نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توصيل المياه وتركيب 50 عداداً لمنازل بمنطقة الفردان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة 120 من متطوع تحالف يأتي ذلك وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية مستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 نحن النهاردة في محافظة الإسماعيلية في قرية الفردان نركب عدد 50 عداد ووصلات مياه للمنازل للأسر الغير قادرة وموجود معنا 120 شاب جايين من جميع المحافظات المركزية بالقاهرة ترجمة نانسي قنقر